متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسوا إجدامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس باشتصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية عودة على جملة من الأخبار الجديدة والحصرية نبدأها باخبار يخص قضية التآمر على أمن الدولة وين تنظر اليوم دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ الخاميس 7 سبتمبر 2023 تنظر في التعن الذي رفعه محام المتهمين الموقفين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالتمديد في فترة إيقافهم تحفظيا مدة أربع أشهر إذا فيا وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة انتهاء أجير بطاقات الإداء بالسجن الصادرة في حق المتهمين الموقفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة وبتاريخ 22 أود الماضي تولى قاضي التحقيق أعلامهم بقراره التمديد في مفعول بطاقات الإداء بالسجن مدة أربع أشهر إذا فيا قبل أن يسجلوا استئنافهم القرار المطعون فيه وبعد أن ظرف التعن الذي رفعه محامي المتهمين الموقفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئنف بتونس تأخير النظر في التعن ضد قرار التمديد في إيقاف المتهمين الموقفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة يوم 21 سبتمبر الجاري وفي خبرنا آخر تطورات جديدة في ملف الاحتفاظ بعبد الكريم الهاروني أذينت النيابة العمومية لأعوين الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة أذينت بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري والطبيض وغسيل الأموال كما شملت الأبحاث في القضية نفسها مديرا عاما بشركة بيترولية عمومية تقرر الاحتفاظ به وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف القياد بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني مساء يوم الثلاثة 5 سبتمبر 2023 وكان وزير الداخلية كاميل لفقي أصدر مساء السبت 2 سبتمبر 2023 قرارا إداريا بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية مدة 40 يوما وفي موضوعنا آخر تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ يوم الإربعاء أهلا موكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشيرة العكرمي والقيادي بحركة النهضة لحبيب اللوز بقرار التمديد في فترة الإيقاف التحفوذي في شأنهما مدة أربع أشهر إذا فيها وللإشارة فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر في مارس الماضي بطاقتين إداع بالسجن في حق كل من بشير العكرمي والحبيب اللوز وذلك على ذمة قضية ذات سبغة إرهابية وعلى صحيدنا آخر اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في حوار مع جريدة الصباح الصادرة اليوم أن ما وصفها بالرسائل السلبية والباطلة تجاه تونس لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وقال إن تقديم الشركاء وعودا بدعم تونس ثم بثهم في الوقت ذاته رسائل مشككة وغير صحيحة من شأنه وضع المزيد من الصعوبات في طريق الإصلاح والتنمية وأضاف الوزير أنه تم التأكيد على شركاء تونس في الخارج بوجود خط أحمر لا يمكن تخطي وهو الاستقرار البلاد والسلم الاجتماعية واعتبر أنهم لا يعرفون الوضع في البلاد أكثر من المسؤولين المشرفين على إدارته وفق قوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر